السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم ماركوا تشوفوا في هذا الفيديو اليوم رح نشارك معكم مصفتع الجنحة الدجاج بالطريقة الكورية اليوم رح نشارك معكم مصفتع الجنحة الدواء مختلفة رفقتها بخدرة مشكلة بقوم عايا لتتعرف على المقادر وطريقة التحدير مصفتع الجنحة الدجاج اللي خسلتهم بشوية تع الخل والزنجابيل وسقطرتهم بنسبة هنالي التوابل رح نحتاج مغرف صغيرة من كل منا التوم البودرة الفلفل السود عندهن هاد الفلفل الحار الي هو اختياري البابريكا ولا العكري الملح والزنجابيل رح نبدأ اول حاجة نشفهم جيدا منا الماء البابريكا عمل MEL إرت م ؟ العمل بök Rel كورية تجزر يدينا سية ازبادة في الجنفة في منزل الوصف ودينا مإنملكة واحدة سيدي مجميل لما بتاعة وزبادة في طوابل حضرتها من العمليه ومن خلطها جيدا لنجمع الفوحة وكما تتعرفون كما تعلمون كما تعرفون تخليوا الجج تحكم يتشرب هادق تبلا جيد جيد هنا رحن خللتهم جيدا ون غطيهم ون خليهم في الثلاج مع هائج يجب اميسيك اميسي القوة امق شفر الوزش رح لاسه ماريني امينو كون سوء ون من فعلوا هاتف Executive لقوة ستيجي مارين دعوك ستيجي ماريني سيجي ماريني نو دعم نهاية عده دجاج عندي هنا جوجم غرف كبار من الفارين والدقيق الأبيض ميتنا نوارياليزيه لا قليل جوجم غرف كبار من الميزهين او فيكيولوا ايميس كيس مين خمير الكيميائيه ميو عادل 30م ام PET او دوليو فرشميك 3 جواس داي تلت فشو سابنا السوم اشتركوا في القناة 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 سوف أتكف بمشاركة باريخ سوف تطلب فى بكراركة سوف أتكف باريخ وي رجلك فى اللقاء سوف يفعل حياتك ويجل كتبا لأنا نغضى . اذا فالدويض نضيف عليها الشه من الملح ونخلطو جيدا وبعد هنا نضيف فوق الصينية لتدخل للفرن اللي رح نفرج بباراق الزبدا حا نستفهم هكدا واحدة قدم لخرا جو متنن ديبوزي لز اوبرجن لز اواته سور ام تلاتو كل ذاته البطاطر سأقضعها إلى مكعبت صغيرة ونضع لهم نفس التدبية لتركها في الباتنجال ونضخلهم بالفرن يطيبوا لنضعب أفضلها في أفضل المصابقة ونضع أفضلها في أفضلها في أفضلها ونضع لهم في أفضلها في فرن سأطيبهم على الفرن يسخنى على 180 درجة أو 350 درجة تبقى هنا رح نسوتي الجزار بعد مطاب شوية تح الزوب دا مع شوية تح مع رشاتي الملح والفوفل السود دوما دح نضيف عليه المعدنوس جو في فر سوتي لكاروت دون زاني دو بره و جو في سالي الى بوضعه و اجوتي ام پو د برسل تبقى هنا رح نضيف شاك مع البروكلي جو في فر الامام شوزاك لبروكلي هدوما الاجنحة تعدى جاج بعدما طابوا خير ما تقلوهم في الزيت يجوا صحيين اكتر كتديروهم في الفرن وهدية لاصوستاعي بعدما تجمرت هنا يا ذوك راني درت هدوك الاجنحة فوق داخل الصحن و ذوك رح نوزع ميناء الفوق هدوك السلسة ونخلط جيدا باش تتشرب هدوك السلسة الكننا حضار noi بerto برناه وب حالي كنت قدوم همogارة الفوق أوله الداخل يديو بزاف طريين وشكل تحوم يشهي جوي متنان ومانتخي لا تكستور ديزال ديبولي الفند فريمان انبوش وهدا هو الشكل النهائي مع الخضراء اللي كنا حضرناها يعني طابق قدو نقولوه صحي نوعا ما طيبنا كل شي في الفرن ويدي فريمان بزاف بنين اتمنى انو الوصفة داع اليوم لتاعجابكم وراحين تجربوها ونقلكم الى الملتاقة انشاء الله مع وصفات وفيديوهات ذات داعجدا صلالات نحن نصلنا à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui جأس لك للمتاقيم قد رائز وشكل تحصل ونحن نزولكم سألوم ونحن نزولكم قبرين كنا أطفالكم ونحن نزولكم سألوم